أهلا بكم وحلقة جديدة من المنتهة على شاشة قناة المحور النهاردة كان فيه مباراتين في الدورة العام المصري المباراة الأولى بين طلاع الجيش وفريق مصر مقصة وانتهت بالتعادل السلبي ونبارات السنية بين البنك الأهلي وفاتفاة فيوتشر بأربع هدف مقابل هدف مباراة مهمة وكبيرة للعاب فيوتشر بعد هزمتين متتريرتين بيرجع تاني فيوتشر بيفوز وبيعمل أداء ولا أروع رضا بوبو من ضرب الجزاء سعد سمير أحمد عاطف أحمد رفعت ومحمد هلال هدف فريق البنك الأهلي وناصر مانسي ضيع ضرب الجزاء لنادي البنك الأهلي وطرد لعب من أسامة إبراهيم لعب البنك الأهلي وده كان محور المباراة يمكن أنا حضرت الشرط الأول المباراة في الملعب بدأ بداية قوية جدا من الفريقين لكن فريق فيوتشر كان في الفترة الأخيرة كان من علي مهر كان محدد أهدافه مع الفريق والتدريبات ومتابعة جيدة جدا رجع الثاني فيوتشر بيمتاعنا بأداءه الرائع في هذه المباراة وعنده مباراة جاية إن شاء الله يوم الخميس أمام النادي زمالك أعتقد أنه يبقى مرأة من العيار السقيل مباراة كبيرة جدا فوز مع ناوي كبير لفريق فيوتشر مبروك كابتن علي مهر وكابتن عبدالزر وكل مجلس إدارة نادي فيوتشر مبروك لهم هارد لك البنك الأهلي اللي حاول النهاردة وكان بعود المباراة في بعض الأوقات رغم النقص العددي لنادي البنك الأهلي لكن هي دي كرة القدم الطرد المبكر نقدر نقول فتح الملعب بالنسبة كابتن خالق جلال لفريق البنك الأهلي كابتن علي مهر استغل ده وكمان اتأخر كابتن علي مهر بتغييرات تقريبا للدقيقة 30 في الشط التاني أو بعد كده بشوية وعمل تغييرات وده بيدل إن اللعيبة وقف على رجليها اللعيبة هو بالتشكيل ده كان عامل بني عليه الخطة تحديدا نقول مبروك لنادي فيوتشر هارد لك لنادي البنك الأهلي اشتركوا في القناة